أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين في جولة أخبارية جديدة وعن حريق كبير في أمريكا وجحيم في أسيا بسبب ثوران بركان ورفع حالة التوارئ لأعلى مستوى وأخبار أخرى مهمة للغاية قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس وتعمل لايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس أول خبر معنا من موقع سكاينيوز بالعربية من كاليفورنيا إجلاء الألاف مع انتشار الحريق المدمر بسبب موجة حرة الحريق بقى يوصل للبيوت المسؤولين في إدارة الإطفاء أن حريق غبات يستعر للغرب مباشرة من منتزه يوسيميتي الوطني في ولاد كاليفورنيا الأمريكية انتشر بسرعة كبيرة خلال الليل بفعل درجات الحرارة المرتفعة وجفاف الغبات والأحراج مما حولوا إلى أكبر الحرائق في الغبات هذا العام مش كده وبس أكبر ألاف السكان على الفرار من منازلهم الموضوع كان صعب جدا وفي أمريكا النهاردة كله بيقول درجة الحرارة كانت عالية للغاية ونقلت وكالة رويترز عن السلطات المحلية أن الحريق اللي حصل النهاردة في غبات أشجار البلوت لم تتم السيطرة عليه بأي درجة تخيلين؟ ويهدد بتدمير نحو ألفين منزل وجرى إجلاء تلت تلاف من منازلهم بالفعل مبارح وبحلول صباح الأحد النهاردة ذكرت تقارير في وسائل الإعلام أن أوامر الإجلاء صدرت لستة ألاف من السكان غير التلت تلاف اللي مشوهم وتحقق إدارة كاليفورنيا للغبات والحماية من الحرائق في سبب الحريق اللي حصل يوم الجمعة وأتى على نحو 14281 فدان من الغبات ودي مساحة شسعة وأعلن جافين يصم حاكم كاليفورنيا حالة التوارئ في مقاطع اسمها ماري بوسا بسبب الحريق مما يتيح للولاية الحصول على أموال وموارد من الحكومة الاتحادية لمكافحة الحرائق الموضوع صعب الغاية في ولاية كاليفورنيا مش بس كده فيه جحيم في اليابان بسبب انفجار مدمر لساكوريجيما أخطر البراكين بأسيا المتابع معنا القناة كنا منزلين خبر في فيديو الساعة 8 مساء أو 8 لربع تقريبا بتوقيت القاهرة وتكلمنا فيها عن البركان ان هما رفعوا التحذير للمستوى التالت من أصل خمس مستويات ومستوى الخامس هو أعلى مستوى فكان لسا فيه ثوران وشايفين دخان لا دلوقتي بقى بنتكلم من الموضوع حصل خلاص ومشوا الناس من حوالين البركان لأن الموضوع ضرب زي ما انتم شايفين كده في الصورة الموضوع بقى صعب رفعت اليابان حالة التوارئ لأقصى درجة وحثت السكان على الإخلاء بعد صوران بركاني في جزيرة كيوشو الغربية وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بركان ساكورجيما في جزيرة كيوشو الغربية صار في حوالي الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي اليوم وفادت هيئة الإزاع والتلفزيون الرسمية NHK بأن هناك تقارير عن سكوت أحجار بركانية على مسافة 2.5 كيلو متر أو 1.5 ميل من البركان يعني فيه أحجار بركانية طارت على مسافة 2.5 كيلو وأضافت أنه تم رفع مستوى التأهب لثوران البركان إلى المستوى الخامس كنا نحن قيلين الصبح أو فيديو ساعة 8 بالليل لمستوى التالت دلوقتي رفعون لمستوى الخامس وده أعلى مستوى مع نصح بعض المناطق بالإخلاق بينما أكد المسؤولين أن المحطس مع الساندي للطاقة النووية القريبة لم تشهد أي مخالفات زي ما أنتم شايفين كده في الصورة الانفجار الرهيب اللي نازل على ميل أونلاين فيديو ربنا يستر طبعا عليهم والموضوع يعدي على خير ومن الأخبار المهمة النهاردة كلمنا كتير عن حرب الروبوتات وتكلمنا عن الزكاة الاصطناعي وقلنا ده مجرد أفلام وقلنا ساعات أن ممكن الأفلام تتحول إلى حقيقة فيه فيديو نازل على الأخبار من روسيا وخصوص على موقع سكاي نيوز من حوالي ساعة بيبين روبوت بيهاجم طفل صغير في مباراة شاترانج وكسر له صبعه الموضوع كان صعب جدا في لقطة مثيرة للزعر تحولت مباراة شاترانج بين طفل وروبوت إلى الكارسة بسبب هجوم الروبوت المفاجئ على الطفل الموهوب بلعبة الشاترانج وأفادت مصادر إعلامية روسية أن الروبوت كان بيلعب الشاترانج مسك صبع الولد عنده حوالي سبع سنين وكسره خلال مباراة في بطولة موسكو المفتوحة الأسبوع اللي فات وقال سيرجي لازاريف رئيس اتحاد الشاترانج لوكال التاس للأنباء بعد الحدثة أن الروبوت كسر إصبع الطفل مضيفا أن هذه الآلة لعبت العديد من مباريات الشاترانج السابقة دون مشاكل مشابهة ويظهر مقطع الفيديو للحادث اللي حصل قبل أيام صباع الطفل هو بيتقرس أو بتكسر من الزراع الآلية لعدة ثواني قبل أن يندفع ثلاث رجال لتحرير الصبي من قبضة الآلة وقال نائب رئيس الاتحاد الروسي للشاترانج أن السبب اللي خلى الآلة تعمل هذا الفعل أن الطفل الصغير خرق القوانين لأنه ما استناش دور الروبوت في أنه يعمل حركته في اللعبة ده اللي خلى الآلة تحس بشكل غريب وهما مش فاهمين إزاي عملت كده هل الآلة بتفكر وبتتدايق وبتغضب علشان ما خدتش حقه في اللعبة رح تمسكت إديني الولد كسرتها فدي برضو حاجة تخلينا نفكر شوي هل عندهم الانتقام بسبب أن حد ما خلهمش يعمل لهم عايزينه ما دي حاجة تخوف وأكد المسؤولين أن الطفل الذي يعتبر من بين أفضل 30 لاعب روصيا بالشاترانج أقل من 10 سنين عاد المشاركة في المسابقة اليوم التالي لكن الموضوع نفسه يخوف جدا أن الآلة بتتحرك وبتعمل أمر ما كانش المفروض أنها متوجه لها المفروض أنها متبربجة على حاجات معينة فعشان الولد عمل خرق القوانين وما استناش الروبوت ينهي حركته فرح مسك إيديه وكسره فبينتقم منه دي حاجة برضو غريبة شوي ومن الأخبار برضو لنزلة الأخبار العجلة على موقع الليبنون 24 استهداف قاعدة السكان بالتابعة للجيش التركي في مدينة بعشيقة بمحافظة نينوة العراقية بعدة صواريخ الموضوع دلوقتي كل قواعد العسكرية التركية إن كانت في سوريا كنا لسه قايلين برضو أن فيه هجوم مجهول عليهم في حتة في المحمودية داخل سوريا ودلوقتي في الهراك استهداف قاعدة السكان التابعة للجيش العراقي سوريا للجيش التركي في مدينة بعشيقة بمحافظة نينوة العراقية بعدة صواريخ وما فيش أي تفاصيل أكتر باللي أنا بقولها لكو دي ومن الأخبار برضو اللي نزلت في دولة العراق المهمة قاسم الأعراجي يعلن سحب ترشيحه لرئاسة الوزراء وقال في بيان كده أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعراجي عنها تزهاره للترشح لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة وقال في بيان أن تلقت الشبكة نسخة منه أنه منذ تسعة أشهر والعملية السياسية بتشهد انسدادا أضرر بمصلحة الشعب والوطن وإمانا مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا أشكر لجنة الإطار اللي رشحت اسم المنصب رئاسة الوزراء وهنا أعلن اعتذاري عن قبول الترشح مقدما أسمى آيات الشكر والتقدير لكل أبناء الشعب العراقي والنواب والكتر السياسية التي أعلنت دعمها لنا ده خبر مهم برضو عن اعتذار قاسم الأعراجي من منصب أنه يمسك رئاسة الوزراء الخبر اللي نازل معنا من موقع برضو روسيا اليوم بشأن الكويت أمير الكويت يصدر أمرا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتعيين الفريق أول الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء أعتقد فيه غلطة في الخبر تقريبا إنه قال نفس الشيخ نواف آه لا تمام تمام أمير الكويت الشيخ نواف أصدر أمر بتعين ده ابنه أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وحسب وكالة الأنباء الكويتية أصدر أمير البلاد أمرا بتعين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدخلية الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وفي شهر مارس اللي فات صدر مرسوم أمير بتعين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدخلية والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من مواليد 1956 عسكري كويتي بردبة فريق أول متقاعد بوزارة الدخلية الكويتية وكان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدخلية منذ 9 مارس وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس الحرس الوطني وهو الإبن الأكبر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت طيب ده آخر الأخبار معنا شكرا لحضراتكم سلامي لأهل الكويت والأهل العراق ولكل الدول العربية أتمنى لكم كل الخير إن شاء الله والسلام ما تنسوش يا جماعة الاشتراك معنا في القناة وتفعيل الجرس وتعملوا لايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس أشوفكم بخير بإذن الله